في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم طريقة تحويل صورة 2D الى موديل 3D في برنامج جوجل سكتش اوب هنتعلم لو عندنا صورة او باتر نسي انسي ازاي نحوله الى موديل 3D بكل سهولة في برنامج جوجل سكتش اوب فتحنا فايل جديد عشان نبدأ نشتغل عليه من الاول اول خطوة هنعملها ان احنا هنروح نتوجه الى جوجل ونبتدي نكتب باتر نسي انسي هنظهر لنا طبعا مجموعة كبيرة من الباترن هنضغط على الادوات نبتدي نقوله من هنا الحجم الكبير عشان نظهر لنا الصور زي الجودة العالية هنختار منها الصورة اللي تناسبنا ايا كانت ابيض بسوء الالوان مش هتفرق انا حملت الصورة دي حضرتك تقدر تحمل الصورة اللي تعجبك تاني خطوة هنعملها ان احنا هنروح لجوجل ونبتدي نقوله كاد هنروح لجوجل ونبتدي بجي بي جي توكاد علشان نحول الصورة بتاعتنا من جي بي جي الى خطوط اوتوكاد هيزهر لنا نتائج بحث كتيرة هنختار اول نتيجة هيفتح لنا هذا الموقع نبتدي نختار الملف او الصورة بتاعتنا بهذا الشكل نقوله اوبن وبعد كده نقوله تحويل علشان الصورة بتاعتنا تبتدي تتحول معانا الى خطوط اوتوكاد بعد كده نبتدي نعمل لها داول لود بعد كده هنبتدي هنطلع خلاص من المواقع بتاعتنا دي بعد كده نبتدي نتوجه الى برنامج جوجل سكتش اوب ودي الخطوة التالتة هنقوله فايل امبورد بعد كده هنختار من هنا دي دابليو جي ونختار الفايل بتاعنا اللي احنا حولناه لكاد ونقوله امبورد حيبتدي تنزل معانا خطوط اوتوكاد بهذه الطريقة بعد كده هنبتدي نقوله ونبتدي نرسم مستطيل حوالين الشكل بتاعنا بعد كده هنختار الخطوط بتاعتنا ونقوله كليك يمين اكسي بلود علشان الخطوط بتاعتنا تتفجر بهذه الطريقة هنلاحظ برضو انه عندنا مشكلة ان ما زالت السطح سطح واحد فقط طيب هنختار الشكل كله وقلو كليك يمين انترسيكت فيس قوله ويز موديل هيبتدي نحمل شوية هننتظر هنلاحظ ان كل فيس اصبح منفصل عن الاخر الخطوة الاخيرة اللي هنعملها ان احنا هنبتدي نختار على هذا السطح نختار هذا السطح ونقول له موف كنترول من النقطة دي ونقول له موف للنقطة دي بهذه الطريقة بعد كده هنختار مجموعة الخطوط دي نقول له ديليت بعد كده هنقول له بوش بالقيمة اللي احنا عايزينا وليكن بوينتزيره خمسة سمتي مسلا انتر او اكبرها شوية اخليها عشرة سمتي بهذه الطريقة هلاحظ ان الشكل بتاعي قدرت اعمله بكل سهولة هتدي له ماتيريال هقول له كنترول اي كليك عشان الاسطح كلها تاخد الماتيريال معي بعد كده هعمل روتيت للشكل بتاعي اقول له روتيت من النقطة دي للنقطة دي تسعين ضرية انتر بعد كده هقول له موف طلعه لي فوق بهذه الطريقة اصبح الشكل جاهز معي ادرت بكل سهولة احول الصورة لأوتوكاد ثم الى موديل سيري دي في برنامج جوجل سكتش اوب كده يكون الفيديو بتاعنا انتهى يارب تكون الخطوات سهلة وبسيطة عليكم تقدروا تعملوا باتر نسي نسي كتير جدا بهذه الطريقة اعتقد انها سهلة وهتوفر عليك وقت كتير اشكركم نلتقى في فيديو اخر باذن الله تعالى